السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في طار برامج التوعية القانونية اللي تنقبوا بها في هذه القناة. غادي نتناول اليوم الجواب على الجمعة من التساؤلات والاسئلة اللي اطرحت عدية اكتر من مرة بخصوص الجنسية المغربية. في الشيق دياله المتعلق بالابناء المزددين من ام مغربية. واب غير مغربي. او المزددين من ام مغربية واب مجهول. فاللو رجعنا الى قانون الجنسية المغربية كان وجدوا بانه خط عدية عديلات. في الاتجاه. واصبح كل شخص ازداد من ام مغربية. فهو كيحمل الجنسية المغربية كجنسية اصلية. بمعنى انه القانون قاش كيميز ما بين الاب والام الحميلين الجنسية المغربية. بمعنى ان كل من يزداد من ام مغربية فهو مغربي اصلا. يعني كيحمل الجنسية المغربية كجنسية اصلية. وهات الشخص اللي ازداد من ام مغربية سواء كان هذا الازدياد بالمغرب يعني سواء تزاد في المغرب ولا تزاد خارج المغرب وسواء كان هذا الازدياد قبل ما يدخل هذا القانون او التعديل حيث تنفيد ولا مبعد منه بما انه كل من ازداد من ام مغربية فهو الان يعتبر مغربي وحامل الجيسية المغربية كجيسية اصلية. اذا ما بقاش كيطرح مشكل في يخص الابناء المرأة المغربية او ابناء الام المغربية فابناؤها هم الان حاملين للجيسية المغربية كجيسية اصلية. السؤال التاني المطروح هو كيفاش يمكن ان ما شن يقول هو يحصل عليها هذه الابناء يحصل على الجنسية كيفاش يمكن تبدو هادة الجنسية ه 어떠 السؤال الحقيقي بمعنها كيفاش ان هذه الابناء غايد الابناء الله Celtic بانهم مغاربة حاملين الجنسية المغربية اما مسألة حاملهم الجنسية المغربية فهم حاملون الجنسية المغربية كانت جنسية اصلية. اذا ارجعنا الاجراءات الادارية كان وجدوا بان هاد الابناء كان يحصلوا على شهادات الجنسية من المحاكمة ابتدائية حيث كان اقامة ومطبيعة الحال الوطائق اللي كدلوا بها هي عقد ازدياد الام المغربية او بطاقة تعريف الوطنية لبيموترية ديال هاد الام صورة فوتوغرافية وعقد ازدياد لهاد الابن المراد اتبات جنسيته المغربية عقد ازدياد ديرو اذا كان مطبيعة الحال مزداد خارج المغرب هو عنده عقد ازدياد خارج المغرب فالمفرول انه ادلي هاد العقد يكون مصادق عليه طرف المصالح الخارجية المغربية او مطبوع بالاوبستيل او معرف بشهادة الاوبستيل نقطة اخرى وهي المتعلقة بان هادك عقد ازدياد اذا كان مكتوب بلغة غير اللغة العربية فهو ملزم ان يقوم بترجمة هاد شيء عقد ازدياد طبيعة الحال في الحال الحال كيدلو بها الى محكمات ابتدائية مكان اقامة هذه الابنة او الام ومطبيعة الحال كيحصل على شهادة الجنسية واللي بواسطتها كيمكن انه يقوم بجميع الاجراءات ويحصل على جميع الاجراءات او الوطائق الادارية التي تتبهت بطبيعة الحال على انه مواطن مغربي وحامل جنسية مغربية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز الصفر تبقى لاشكال انه اذا كان هناك خلاف فيما يخص اتبات هذه الجنسية المغربية فالجهة المختصة اللي بتفادي من النزاعات بمقدار قانون الجنسية هي المحكمة ابتدائية والنزاع يكون في مواجهة النيابة العامة اذا فالحالة في المحكمة ابتدائية هي التي تتبت او تحكم بكون المعلي بالامر هو حامل الجنسية المغربية كجنسية اصلية من جهة الام اذا سيتضح لكم بانه ان كل شخص ازداد من ام مغربية فهو حامل للجنسية المغربية سواء كان ابوه حاملا لجنسية الدولة اخرى او كان اب دياله لا جنسية له او كان مجهول الاب اذا ففي كل سواء ازداد في المغرب او خارج المغرب فهو حامل للجنسية المغربية كجنسية اصلية وبقوة القانون اذا هذه التوضحات اللي ممكن انه انشيروا ليها مع العلم انه هاد الشخص اذا اذا ازداد خارج المغرب فمن حقه ان يقوم بنقل عقل ازدياد او الحالة مدنية داخل المغرب اعتبادن على مجموعة من الوطائق اللي ممكن خلالها يتدي بها وانه يتحكم لي امام الحكام ابتدائية باشا ممكن تسجل لدى ضابط الحالة المدنية مكن لاقامة اقامته بالمغرب لان هذه توضيحات خاصة بالنجسية المغربية وخاصة بالنجسية المغربية المتعلقة بالابناء المزددين من ام مغربية وشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة